صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون لماذا قال الله عز وجل صبغة الله ولم يقل ملة الله أو دين الله وقد أتى بها في مواضع أخرى وفي آيات أخرى ده تشبيه لأن دين الإسلام يظهر على المسلم كما يظهر أثر الصبغة على الثوب وكمان لأن دين الإسلام يلازم المسلم كما تلازم الصبغة الثوب المصبوغ وفي هذا أيضا إشارة وتعريض لما يقوم به اليهود والنصارى من غمس الأطفال الرضع في ماء يزعمون أنه ماء مقدس في عملية تسمى المعمودية أظن منهم أن بهذه الغمسة فقد صبغوه باليهودية أو النصرانية فعلينا جميعا أن نلزم صبغة الله ونقبلها إجمالا وتفصيلا فيخضع القلب وتنقاض الجوارح ونتحلى بأحلى وأكمل وأجمل الصفات صبغة الله فينسجم الظاهر مع الباطن الداخل مع الخارج القالب مع القلب صبغة الله صبغة تتغلغل وتتوغل في النفس البشرية صبغة حقيقية لا تفرق بين الروح والجسد وليست مجرد طلاء كما هو الحال مع المنافقين صبغة الله التي تجلت في صفات وأخلاق التجار المسلمين ففتحوا بها أكبر بلاد المسلمين إندونيسيا صبغة الله جاءت من عظيم لهداية الإنسان صبغة الله وهل كل المسلمون مصبوعون بهذه الصبغة؟ لا فهناك أيضا المنافقون والمتلونون المتصبغون بالدين ومن أين نحصل على صبغة الله؟ من الكرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة ومن الصحابة ومن صار على هديهم من الصالحين ومن أراد أن يصطبغ بصبغة الإسلام فليغتنم الأوقات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبغة الله تظهر على وجوه المؤمنين في صورة هيبة ووقار وبهاء وحسن ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة؟ شتان بين من يدعو للعفة والطهارة ومن يدعو للحريات الجنسية والشذوذ وشتان بين من يدعو للسجود لرب العالمين ومن يدعو للسجود للأحبار والرهبان وصور لها عاكفون ومن يبتغي صبغة سوى صبغة الله فلي يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر